اشتركوا في القناة اخواني بدي اتكلم اليوم عن موضوع التوازي لانه انسأل طبعا احنا هذا الموضوع وشوفت شباب كثير يعني بيتكلموا في هذا الموضوع بالنسبة لمحركات الواحد فاز طبعا الكلام اليوم عن محركات الواحد فاز او عن التوازي في المحركات الواحد فاز زي ما تعرفين احنا عنا في محركات الواحد فاز ملفات للتشغيل وملفات للتقويم أنا عندي هذا المحرك مثلا قطبين تشغيل مجموعتين للتشغيل ومجموعتين للتقويم فالكلام اللي كان حاصل إنه التوازي يعني ما بنجح إنك تعمل توازي للتقويم وللتشغيل مع بعض أو تعمل يعني القصد إنه تعمل التشغيل توازي والتقويم توازي أو أحدهما دون الآخر أو إنك تعمل التشغيل لوحده توازي والتقويم توالي أو العكس التقويم توازي والتشغيل توالي لا وأنا جوابي على هذا السؤال طبعا وكمان فيه كمان سؤال آخر يعني قبل الإجابة إنه أيهم أقوى هل التوازي أقوى من التوالي أم التوالي أقوى من التوازي إن شاء الله راح نجاوب على السؤالين هذولا في الفيديو السؤال الأول طبعا إنه هل أنا بقدر أو أستطيع أني أعمل التشغيل لوحده توازي والتقويم توالي يعني أخلي فيه اختلاف أو أعمل اختلاف في التوصيل بين التشغيل وبين التقويم نعم الجواب نعم تقدر تعمل التشغيل لوحده توازي وتعمل التقويم لوحده توالي يا أخوان التشغيل ملفات لوحده قائمة لوحدها ما له دخل بالتقويم والتقويم ملفات كاملة لوحدها ما له دخل بالتشغيل أي نعم هم بمنشبكوا في الآخر مع بعض وبشتغلوا مع بعض لكن كتصميم وكتوصيل كل واحد له توصيل ما له دخل بالآخر أو ما له علاقة بتوصيل الملف الآخر يعني مثلا أنا بقدر أعمل التشغيل هذا توازي والتقويم توالي ما عندي مشكلة أو أعمل التقويم توازي والتشغيل توالي أو أعمل التقويم والتشغيل كلهم توازي إذن أنا عندي هذا المحرك أنا هذا المحرك طبعا رح أوصله كامل توازي من تشغيل توازي وتقويم توازي الجهتين أعملهم توازي طيب ان شاء الله بس ننتهي من هذا الموضوع انه بتقدر تعمل توازي اي جهة من الجهتين كانت تشغيل اتواق قيم والاخر ممكن تعمله التوازي او ممكن تعمله توالي ما في اي مشكلة الان نجي لسؤال الثاني ايهم اقوى التوازي او التوالي يا اخوان ما في فرق بين التوالي والتوازي من حيث القوة يعني مثلا بجيني سؤال انا عندي محرك موصول توالي بدي اقوي بدي اجعله اقوى هل اعمله توازي على اساس سير اقوى لا يا اخي الجواب لا التوازي ما بيقوي التوازي هو عبارة عن طريقة لتسهيل شغلك او عملك في المحرك يعني عندنا محرك عدد اسلاكه كثيرة او عندنا محرك سلكه سميك صعب الشغل فيه او غلبه فانت بتحول لتوازي عفوا انت بتحول لتوازي على اساس انه انت تقلل من قطر السلك تتقلل الى النصف على اساس تسير السلك اطرة او اذا كان عندك عدد اسلاك كثيرة مثلا اربع اسلاك تعملهم سلكين وتشتغل بعدد اسلاك اقل او سماكي اقل فقط لتسهيل الشغل والعمل في لف المحرك وليس يعني على اساس انه احنا نحصل على قوة اكبر في حالة التوازي ليش؟ لانه انت لو تفحص امبير المحرك بعد ما تلفه توازي او توالي راح تلاقيه نفس الامبير ما في اي فرق وانا شرحت في فيديو سابق في احد الفيديوهات السابقة التوالي والتوازي تقريبا يعني الفرق بينهم مع رسمة خفيفة هيكا كنت انا شرحت كيف تدخل الكهرباء وكيف احنا منقدر نحول من توالي لتوازي وشرحت انه احنا لما نحول لتوازي في الاخر بعد ما نخرج الاسلاك للروزيتة للخارج لو نلاحظ منلاقي كأنه احنا لفينه توالي يعني كيف مثلا هيك على السريع بس احكي لكم مثلا انا عندي الان المحرك هذا مثلا ملفوف خلينا نحكي بسئلك 10 ديزيم وهو فعلا تشغيل ملفوف 10 ديزيم انا لو بدي اوصله توالي طبعا راح اوصله نهاية في نهاية زي ما انتم عارفين لانه متجاور نهاية في نهاية الان انا لو بدي اوصله هذا التوالي هذا التوالي وبطلع معاي بدايتين الان انا لو بدي اوصله توازي لو بدي اوصله توازي بلفه بضعف العدد بضاعف العدد يعني كان 20 لفة بعمله 40 لفة وبضع نصف مساحة مقطع السلك وسيلك 10 مثلا نصف مساحة مقطعه سيلك 7 ديزيم اذا انا بلفه بسيلك 1 سبعة ديزيم وبعمله 20 لفة ولما اجي اوصله بوصل نهاية مع بداية نهاية مع بداية وبوصل عليهم السيلك وبطلعه للخارج للروزيتا يعني السيلك اللي خارج للروزيتا عليه سلكين 7 ديزيم و لما كان توالي بسيلك 10 ديزيم لما كان توالي بسيلك 10 ديزيم انا وصلت على السيلك اللي خارج للروزيتا barra بلى سيلك 1 10 ديزيم سيلك 1 10 ديزيم خلوني بس انا اكتب لكم اياها على اساس انكم تم فهمه اكثر يعني مثلا الان انا عندي هايه المجموعتين الان هذا ملفوف بسيلك 10 ديزيم وموصل نهاية مع بداية وطالع معنا بدايتين من هون بداية من هون وبداية من هون الآن هذا سلك 10 ديزيم حكينا 10 ديزيم هذا التوالي وموصل نهاية في نهاية وعليه بقوا بسلك 10 الآن لو بدي ألفه أنا توازي نفس المجموعة بلفها مجموعتين عفوا بلفهم بسلك 1 7 ديزيم 7 ديزيم الآن لو بتلاحظوا ما بنوصل وصلة داخلية زي هون كان فيه نهاية في نهاية الآن نطلع السلكين نهاية وبداية مع بعض هذول عليهم خط كهرباء لبرة وسلك نهاية وبداية من هون عليهم خط كهرباء لبرة الآن الآن خط الكهرباء اللي داخل من هون اللي هو الان مثلا خط الكهرباء اللي داخل من هون على هاي المنطقة دخل في حالة التوازي على سلكين 7 دخل على سلكين 7 ديزيم يعني سبعة زائد سبعة ديزيم هنا السلكين صاروا فإذا السلكين سبعة ديزيم شو بيساوي بيساوي سلك عشرة ديزيم إذن الكهرباء دخلت زي ما كان في التوالي التوالي هنا الكهرباء دخلت عنا على سلك عشرة ديزيم مفرد سلك عشرة ديزيم واحد وفي التوازي الكهرباء دخلت على سلكين سبعة ديزيم إذن كأنه رجع هنا في التوازي دخلت الكهرباء على سلك عشرة ديزيم لأنه سلكين سبعة ديزيم بتساوي سيليك 7 دزيم هاي هي الفكرة يا اخوان التوازي كأنه احنا بنرجع في الاخر يعني عن طريق الاسلاك اللي بنطلع لرزيتا كأنه رجعنا توالي نفس السماكة السيليك اللي رجعت اللي كانت في التوالي طبعا هو نفس عدد اللفات لأنه التوازي بنحسب بالجوز يعني احنا بنعملوا 40 لفة يعني لما نكون الكهرباء داخلة في التوالي على مجموعتين كل مجموعة 20 لفة يعني داخل على 40 لفة فاحنا في الفاز بالكامل فاحنا لما نكون نسوي توازي المجموعة بتسير الواحدة 40 لفة فعندنا 80 لفة مجموعتين فيهم 80 لفة لكن الكهرباء بتدخل في المجموعتين مباشرة فكأنهم ملفوفين كلمة توازي يعني ماشيين جنب بعض فكأنهم ملفوفين هيك بالجوز فبيصيروا الثمانين بيصيروا 40 جوز 40 لفة يعني في الآخر رح يصيروا 40 لفة بسيليك 7 و 7 ديزيم يعني سلك 10 ديزيم فإذن عاد التوازي كأنه توالي من أول وجديد وهاي هي يا أخوان عشان هيك أنا بحكي لكم ما في فرق وما في شيء إن شاء الله بنحكي بتفاصيل أكثر في الأيام القادمة أو في الفيديوهات القادمة مع شوية رسومات إن شاء الله عشان ستكون الموضوع مفهوم أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى لكن بس أنا حبيت أجاوب على السؤالين إنه بتقدر توصل التشغيل لوحده توازي أو تشغيل وتقويم كله توازي أو أي جهة منهم بتقدر توصلها توازي والسؤال الثاني إنه التوازي شو الفرق بينهم أو أيهم أقواء التوازي أو التوالي لا التوالي والتوازي زي ما حكنا ورجعتكم الآن بالرسمة إنه التوصيلتين التوازي والتوالي نفس الشي وما في فرق بينهم لكن الفرق هو إنك بتسهل على نفسك بالشغل وبتشغل بأسلاك أقل في حالة التوازي وهاي هي وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي موصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا وربينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة